نعم هذه الحقيقة السياسة الضريبية ارتبطت بالموازنة الحالية التي هي قيد المناقشة لأن هذه الموازنة كبيرة جدا وتمويلها يكاد يكون من النفط حصرا إضافة إلى أن الإرادات الأخرى هي نسبة ضئيلة جدا فالحكومة الحالية درست هذا الموضوع وارتأت بأن يكون هناك مساهمة هذه المساهمة تبقى متواضعة رغم فرض ضرائب جديدة أعتقد أن هذه الضرائب سوف لا تكون نسبة عالية وستطال الجميع كما ذكرت وذكرت حضرتك لكن تأثيرها ينبغي أن يرتبط بنوعية خدمة مخدمة كي يدفع المواطن سعرا أعلى لجودة أكبر هذا الأمر ينبغي أن دواير الدولة ووزارة المالية تعزز المستوى الخدمات جميل يعني تقصد ضرائب حتى الناس يفتاحون أكثر لأن على ما يبدو هذا الملف ملف شعبي أصبح ويحرك تظاهرات يحرك يسوي ردات اجتماعية لأقصد أنه مثلا على سبيل المثال ضرائب فواتير الكهرباء في منطقة الشعلة الحرية مدينة الصدر رصافة أكثرها تقريبا هي مو مثل ضريبة القاليسية والي يرموك اللي فيها خسخصة وكهرباء 24 ساعة مئة بالمئة ما رح تجهي تشيل فاترة صح؟ صحيح كما تعلم بحضرتك بالنسبة لتسعير الكهرباء هي تصاعدية فمن يستهلك أكثر في الأحياء الراقية سيدفع أكثر من الاستهلاك في الأحياء العادية إذن الضريبة تتوازن نوعا ما أو رفع السعر هنا ليست ضريبة هنا رفع السعر لتعريف الكهرباء هذا الأمر يرتبط بمستوى الاستهلاك الأحياء الشعبية سوف لا ترتفع عليها أسعار الاستهلاك لأن فئاتها قليلة في عملية الاستهلاك لا تمتلك السبالة ولا تمتلك الأجهزة المتطورة التي تستهلك كهرباء كما يمتلك في الأحياء الأخرى التي ذكرتها أمثل عليها لذا رفع أسعار يختلف عن فرض ضريبة فرض ضريبة يطال الفقير كما يطال الغني أما رفع سعر تعريفة معينة هذه التعريفة تستهلك أكثر تدفع أكثر تستهلك أقل تدفع أقل إذن رفع السعر هو أفضل من فرض الضريبة وخاصة الضريبة المباشرة لأنك إذا كنت لما تشتري ونحن لا نستطيع رفع السعر ونحن لا نستطيع رفع السعر لأن بني التحتية لتجهيز الكهرباء مثلا أو المجاري أو المياه ما عدنا فلذلك نلجئ للضرائب التي تطال الفقراء والأغنياء صح؟ صحيح هذا الكلام سليم في بعض المجالات مثلا الآن عندما الحكومة سوف ترفع أسعار المشتقات وأسعار خدمات الاتصال كما ذكرتم في تقريركم فهذا يعني أن الحكومة تريد أن يرشد المستهلك نوعا من هذه الخدمات يعني يقلل استلاكه لها لأن هناك في الحقيقة إسراف في بعض استلاك الخدمات والغني يدفع وليس عليه حرج لكن الفقير هو الذي سيتأثر وبالتالي سيشعر بأن دخله سوف لا يغطي حاجاته هذا الأمر ينبغي أن كما ذكرت يدرس من قبل المعنيين ولا سيما المعنيين في السياسة الضريبية جميل لكي لا تطال فئات بشكل أكبر عن فئات أخرى جميل